السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله احتقلوا العلماء وقيلهم اللي كان يحطب عاتر على شيء من الرزق في الارض وهو يحطب ويقلب لقى ربي عز وجل لا بغي يسخر لك ركيف يسخر لك ابواب دي الرزق من حيث لا تدري فكنتسأل الله تعالى لجميع البركاء والتسير والرزق الوفير والخير الكثير ونحن دائما في تواصل ودائما في تعاون ودائما ان شاء الله تعالى نبقى كواسطة للخير وانتمنى ان شاء الله الخير يعمى على الجميع ونكونوا فرحانين الى اسمنا بعض الناس اللي لقينهم بانهم كل شيء عندهم موجود يعني العيش الكريم السكان المريح العائلة الشمال المجموع الصحة والعافية كنفرحوا وكنتألموا كثير من اللي كنسمعوا الناس مرضى او عندهم فترة الماء والكهرباء ما قدوش يأديوها او عندهم احكام بالافراغ او عندهم احتياجات كبيرة كنتألموه وكنحاولوا ندروا جهدنا ولكن دائما كيبقى الانسان محدود نطلب الله تعالى العلي الكريم المتعال هو يوسع على كل عباده ونواصل ايها الاحباب الكرام هذا اللقاء طيب المبارك ونستقبل المزيد من المكلمات اللحظة الى اقليم القنيطرة معنا السلكحل سلكحل حياك الله حياك الله سلكحل اهلا بالدكتور دينا الرجل الطيب الفاضل بارك الله فيك مولاي نفسعك الله بهذه الامة المغربية بعلمك جزاك الله الفخير ذاك الله سرورة الكحل اسم معروف في سوريا في علماء جلاء وكيندبوا حضر العالم متخصص في التفسير العلمي للقرآن الكريم رائع جدا اسمه الكحل عائلة سورية كبيرة والحمد لله للعائلات في كل مكان من الصالحين مرحبا بك سلكحل والحمد لله الامة المغربية التضامن تضامن مع اخواننا الحوز جزاهم الله خيرا الله يرحم الموتى الله يشافي المرضى الله ينصر ملكنا الله يشافيه معك اخويا طيب قريمان هذا مكفوف ومتجوج من اقليم القنيطرة نشارفين اخويا سلكحل اخويا اش اقول لك دكتور دفعنا تمسك الاجتماع اكثر من سنتين مو ماجهبش الله شين العمل برنامج اورش كذلك قلق بغينا الجمعية اكثر من خمس سنين بش تستفد مو ماجهبش الله الى يومنا هذا والدعم انا ضعي المسؤولين ان يكونش التفاتة بش سهلون المصطر كان شوية الصعوبة في المصطر اخويا سلكحل اقول لك خطوة خطوة اشنا ما الاجراءات اللي قمت بها اش قدمتي في الطلاب ديالك كيفاش باش تقنع انك المسؤول انه يقدر يقدم لك المساعدة اللي في اطار اللي كتضاء على الدولة اش درت يا مولين نستفدوا منك دل تمسك الاجتماعي برنا دل طبق قالت بيعو الشراء ايه؟ اوو دفعنا عن طرق الجامعة دبا كتك اطلب كتطلب واش محل تجاري ولا كيوسك اش درو بقان تخرج واحد المساعدة مالية مالية نعم اه فيها ستة المليون نعم ولكن مشكلة بعت الاخوان قد كفية بزاف دي الصعوبات دي الوراق ايه ضمانات اه فيها انتدارات ايه اه وما جابش الله هو عدد نسرة مستفدودة ودروا مشروع ديالهم وكل نجح وكل بقي ما زال ما ما كتبش الله تعالى ايه واجدرتي مثل كذلك السلكي حل اجدرتي اش نمال اجراءات الاخرى طرقت الابواب اه برنامج الورج للعمالة ايه اكثر من اه ما قلت جميعها على الاقل تقعد خمس سنين وحسسولت على شي جمعية ولكن الرئيس دياله توفار مشكلة فين لا الى هذا الامن العام قال يام ما قلية شوية شوية المشاكل الى يوم من هذا ما تفتحش الملف دياله انت السلكي حل ما بغيش المساعدة انت بغي انت بغي تتمنى نفسك بتي تخدم بتي تبعرق جمينك ما بغيش غير الصداقة والإحسان بتي تخدم فعلا هذا كل ما تلقى تعلمني كيف اصطاد السمك ومتع كيف اصطاده ومتعنى تعطيني كيف اصطاد السمك نعم عيوضة تعطيني سمك كل يوم علمني كيف اصطاد السمك وزادوا اليابانيين قال لك وعلمني كيف اصنعوا الصنارة علمني الصنارة كيف اصطادها باش نقدر نعتمد لنفسي كلية سواء مرض او وفاة فانتي الانسان مغيش كونه على المجتمع او على العائلة الانسان في يكون يخذ شق وحد رقب يلو مستقلة نعم نعم مغيش وتنفكر الدكتور مغيش في مشاريع اجتماعي مثلا ما تنجل التمسك اجتماعي اي مغيش نكون مجموعة المخفوفين تكون واحد مشروع جماعي مثلا فيها ضيعة فيلاحية فيها أشجار مصميرة فيها 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 أبقار حلوب فيها دجاج فيها قطاني فيها كوروم وثمار نعم جميلة هذه فكرة جميلة يعني أن عوض هاد الناس اللي هم مكفوفين أو معاقين كيطلبوا المساعدة من عند الدولة إما دي زاقريمون ولا إما دي التاكسي ولا إما دي كيوسك ولا مرآب ولا إدري غاردين في شبلاصة هاد شي ما قليل كان واحد الوقت الدولة كتعطي لكن دي بقليل لآن هاد الناس كيقلبوا أي طريقة مش يعيشوا أي شكريمة هاد الفكرة اللي قلت هي فكرة طيبة يعني أن إما الدولة وإما مجموعة للأهل الإحسان يفكروا أنهم دي روح مشروع جماعي لفائدة هؤلاء المعاقين والله إلا تنتمي إلى العالم قاوي إلى يوم هاد جمعات جمعية سهل سيد الربين طلبوا الله أي تكون أراضي أراضي فلاحية كثيرة هنا قف عليه ساتمر ولكن اللي هو مكفوف أشي يقدر يديل وشي يقدر يفلاح يقدر يربي البهيم لا وهي الجمعية تكلف يلس فانتي جمعية وناس فوضالات يخاف الله هم يتكلف ولكن أخرين مثلا في السنة السنة تقسم هذي التمر الأربع يكونوا يخاف الله وكان الحمد لله الفوضى لأفي هذي المغرب وكان الفوضى لا كان الحمد لله نحن نحن في هذا المحن للحوز واحد العداد للناس اللي هم أدهم الخير اللي سهم مساهمة كبيرة اللي اللي سهم بشي أموال طائلة جدا وكان يعطى الملابس كان يعطى المنطات كان يعطى الهواتف النقالة بالمئات كل يقع الرزو كل واحد اللي قدروا عليه الله تعالى كان أهل الخير موجودين وباقين وبوفرة فيعل كذلك الدكتور نطلب الله تكون مسؤولين يشوفوا في هذه الفئة والله إلى معاناة حقيقية مجموعة المكفوفين داخل معادة الشجر في آمن المكفوفين معاناة حقيقية ورات يسألك الدعاء من المكفوفين والمكفوفات ووحد السيدة قرأت من قرأت ثلث القرآن فاطمة الزهراء من ودامليل مسكين الهم دينا هي تحفظ تتسألك الدعاء تحفظ القرآن الكريم تتسألك الدعاء الأهل دينا واحد مسكين ناجات تيعد واحد المرض ناجات منطان طلب الله الأدوية مسكين ملقش الدوا في الصيد في المغرب قاكين خارج المغرب ولكن ثمانه قليل ونفعو على الصحة كتيرات الدواء مرتبط بالصحة دينا واحد للصيبات كبير طلب الله يكون شيء ونسي يجيب لها من الدول الأوروبية من إسبانيا بغتو هي من إسبانيا كانت مننا إن شاء الله يسمى شيء في إسبانيا أو كيدر لنا فيت المغرب إسبانيا أنه يتوصل معنا في الراديو ونربطه مع الأخت هذه فأنا توصلت معها خارج البرنامج وكنت مننا إن شاء الله تعالى شيء وسيط يكون بين المغرب وإسبانيا ويجيب لها الدواء هو غير مكلف ولكن صعيب باش توصل للديار الإسبانيا أخ عبد رحم إيم وك تسألك الدعاء ومجموعة من المكفوفين والمكفوفات شجرة الآن المكفوفين تسألك الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم إن الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتت أنفس خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وفتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر إن الأرض يرت عبادي الصالحون إن في هذا نضلغ لقوم عابدين وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين قل قل إن ما يوحى إلي أن ما إله كم إله واحد فهل أن تم مسلم فهل أن تم مسلم صدق الله العظيم صدق صدق للعظيم شكرا لك سلك حيث تقبل الله إذا تتسأل الدعاء نعيم ضايد الأيام من الدار بهذا والله يشاف الوليد والأخ دي يا ربي كريم شكرا الله ولك أخي الله يتقبل منكم هذا المجهود الكبير للقرآن العظيم والتضامن فيما بينكم وكنطلب الله يسخر لكم أهل الخير هذا الأخت التي تدوى من إسبانيا ربما قد يتسأل بعض الناس أشنا الطريقة للتواصل معها الطريقة سهلة التواصل مع ناتلي والأخونا سي جواد سي جواد سي جواد سي جواد سي جواد أنه رجل خادوم ورجل ميسر ونساعده في الدواء وهو غير مكلف ولكن صعيب أن يشتوصل إلى الديار الإسبانية كان طلب الله سبحانه وتعالى يفتح للجميع أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب العطاء وطبعا قصنا كما ربنا أمرنا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسول والمؤمنون لابد اننا ندرب انفسنا على العمل وعلى الانتاج وعلى الخلق والابتكار والابدع لابد ان نبت في انفسنا هكذا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله